ومن الخرطوم ينضم إلينا مرسل الحدث عمار أبو شيب عمار أهلنا بك معنا ونبدأ معك من الوضع الميدني خاصة فيما يتعلق بالمعارك المتواصلة في جنوب الخرطوم في محاولة للسيطرة على سلاحي المدرعات والذخيرة ما هي آخر التطورات في تلك المنطقة مرحبا ضحى نعم صباح اليوم تجددت الاشتباكات ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمحور سلاح المدرعات ومنطقة الشجرة العسكرية حيث سلاح الذخيرة علمنا بأن الاشتباكات كانت في أوجها فيه صباح اليوم وانخفضت بعد ذلك جراء العمليات الحربية التي استمرت لعدد من الساعات وانخفضت في هذه المنطقة الهامة هذه الاشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة المدفعية الثقيلة ما بين الطرفين هناك أيضا الجيش استخدم الطائرات الحربية التي حلقت في الأجوال عدد من الساعات أيضا أعمدت الدخان تصاعدت بشكل كثيف في المنطقة جراء استمرار المعارك لليوم الثالث على التوالي عدد من المناطق الأخرى كمحلية شرق النيل بالعاصمة السودانية الخرطوم ووسط العاصمة الخرطوم أيضا أيضا تصاعدت فيها أعمدت الدخان جراء عمليات قصف مدفعي من الجيش السوداني على مواقع للدعم السريعي هكذا يقول الجيش عدد من المواقع الأخرى أيضا مدينة أمدرمان شهدت اشتباكات خفيفة في غرب المدينة مدينة بحري أيضا امتدت إليها العمليات الحربية حيث أفادت مصادر عسكرية بالجيش بأن الجيش نفذ عددا من الهجمات المدفعية على مواقع وطرق تتحرك فيها قوات الدعم السريع الدعم السريع أيضا خرجت ببيان قبل اللحظات وقالت بأن أو اتهمت الجيش بارتكاب مجزرة بمنطقة أو محلية أم القرى حيث القرية 32 وأفادت بأن أكثر من خمسين قتيلا سقطوا بالمنطقة هذه هي التطورات الحربية في العاصمة السودانية الخرطوم وولاية الجزيرة هي تستمر مع اشتاد المعارك في عدد من الجبهات ضحى أيضا يعني عمار أذهب معك أيضا في الوضع الميدني وآخر التطورات الحاصلة في الفاشر نعم الوضع الميداني في الفاشر اليوم وقعت عدد من المعارك ولكن بحد أقل من اليومين الماضيين وزارة الصحة بولاية شمال دارفور أعلنت قبل ساعات بأن أكثر من 346 قتيلا سقطوا منذ العاشر من مايو الماضي وأن أكثر من 2000 إصابة وصلوا إلى عدد من المناطق بولاية شمال دارفور أيضا مصادر تحدثت العربية الحدث بأن أكثر من 12 قتيلا سقطوا ليلة الأمس بمعسكر أبو شوك للنازحين هذه المعارك تستمر بينما ارتفاع أعداد القتلى مستمر أيضا مع اشتاد المعارك في ولاية شمال دارفور خاصة المناطق الشمالية والغربية العمليات العسكرية أيضا مستمرة عمليات القصف المدفع المتبادلة ما بين الطرفين أيضا شهود عيان داخل المدينة أكدوا بأن الدعم السريع اليوم صباحا نفذ هجمات مدفعية ثقيلة على العاصمة عاصمة إقليم دارفور هذه المعارك استمرت لعدد من الساعات ليعود الهدوء مرة أخرى إلى الفاشر بعد أن كانت في أوجها في الصباح الباكر شكرا جزيلا مراسل الحدث عمار أبو شيبة كنت معنا من الخرطوم شكرا جزيلا مراسل الحدث وشكرا جزيلا مراسل الحدث